نهارده النادي الاهلي كان بيلعب مع اسموحة وفاز عليه ودياً خمسة واحد زي ما قلت لحضراتكم هذه المباراة لم تزاع على قناة النادي الاهلي بعد التنصيق ما بين إدارة القناة وإدارة الكرة في النادي الاهلي وعدم وفقة موسماني المدير الفني للنادي الاهلي على إزاعة هذه المباراة طبعاً بيبقى فيها أكثر أنه عايز يعمل تشكيلات معينة عايز يعمل بعض الجمل التكتيكية وبالتالي دائماً قناة النادي الاهلي بتقف خلف فريقها وطبعاً سجدنا المباراة وإن شاء الله نزحل حضراتكم ما بعد مباراة الرجاء في السوبر الإفريقي كسبنا خمسة واحد النهاردة المباراة بدأت بتشكيل من علي لطفي في حراسة المرمى محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد أما خط الوسط أليو ديانج وعمار حمدي وحسين الشحات وطهر محمد طهر ثم بيرسي تاو ولويس ميكي سوني لويس ميكي سوني هدف المباراة الأول في الديئة 16 ثم هدف المباراة الثاني في الديئة 24 عن طريق بيرسي تاو ثم في الديئة 24 حسام حسن ووليد سليمان ومصطفى شبير شاركو في الديئة 24 من الشيوط الثاني ومحمد حسان ميدو بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات وعلي لطفي وطهر محمد طهر ثم في الديئة 26 محمود وحيد بديلا لأليو ديانج وشارك في الديئة 30 محمود كهربا ومحمد محمود وعبد الرحمن أشرف ومانو بدلا من ياسر إبراهيم وعمار حمدي وميكي سوني حسام حسن سجل الهدف الرابع للأهلي في الديئة 41 من الشيوط الثاني بعدما استغل ارتباج دفاعات سموحة ثم وليد سليمان بيعزز بالهدف الخامس في الديئة 44 وتنتهي المباراة بخمس أهداف مقابل هدف وحيد سيلة لعب سموحة هو أحرز الهدف الوحيد لسموحة في الديئة 19 من أحداث الشيوط الثاني